السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شاهد رسلان وقالها وسهلا فيكم بفيديو جديد بهذا الفيديو رح نحكي عن معنى وجود هذا الرمز على البطاقات المصرفية الإلكترونية أو على البطاقات الذكية أو بطاقات الاعتمان كان من فترة يعني تقريبا أول 2016 لآخر 2017 أو يعني من أول 2016 يوجد هذا الرمز على البطاقات الذكية أو بطاقات الاعتمان خصيصا ومن أول 2018 قام يعني بعض البنوك بألمانيا بوضع أيضا هذه العلامة على البطاقات المصرفية الإلكترونية على سبيل المثال شباكا سي دوتشي بانك شبا دا بنك وإلى آخرية طيب وهذا الرمز هو مثل شكل الواي فاي شو يعني هذا الرمز أو شو شغلته بالبطاقة هذا الرمز له عدة شغلات أول شغلي هذا الرمز وجوده على بطاقة الجيرو كارت أو والأيت سي كارتة هي بترمز للثلاث كلمات الإنجليزية واللي هني يعني البطاقة الإلكترونية النقدية هذا بيعني أول شيء أنه البطاقة هاي فينا ندفع نحنا عن طريقة بالمولات أو المتاجر عن طريق خاصية واللي هي 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 تقنية الاتصال عن طريق المدى القريب باللغة الألمانية اسمها إذن بتتم هاي العملية عن طريق فقط تقريب البطاقة هاي اللي موجود عليها العلامي بس على الجهاز اللي نحنا بنا ندفع عن طريقه واللي كنا نفوت البطاقة فيه سابقاً طيب هاي أول الخاصية الخاصية بتعني إنه هاي البطاقة فينا ننحولها نحنا لديجيتال كاتر فينا نحولها لبطاقة آآ الدجيتال، وفينا نشتغل عليها أو ندفع عن طريقها عن طريق الموبايل أو عن طريق الهاتف المحمول لحتى نرمز هاي البطاقة المصرفية لبطاقة الدجيتال فينا ندفع نحنا عن طريقة بالموبايل الفيديو رح تلاقي طريق عنكم بالدائرة البيضة فوق فيكم تفوتوا عليه وتشوفوا كيف منحول هاي البطاقة لبطاقة الكترونية طيب نحن هلأ اه كنا لفترة اخر شهر اثنين بالفين وعشرين اه نحط رمز البن لما ندفع عن طريق الكونتاكتلوز فوق الخمسة وعشرين يورو يعني اي واحد كان بدي يدفع تحت الخمسة وعشرين يورو ما في داعي يحط البن تبعه ولكن اذا كان فوق الخمسة وعشرين كان لازم يحط البن هلأ بالوقت الحالي تم زيادة هاي العملية او تم زيادة هذا المبلغ للخمسين يعني حاليا بالوقت الحالي فينا ندفع لحد الخمسين يورو كونتاكتلوز بدون ما نحط البن اذا كان المبلغ فوق الخمسين فلازم نحن نحط البن تبعنا هاي العملية لحماية المستخدم من انتشار الفيروسات سواء كان على ايده او على الكرت لانه مثل ما بنعرف اي واحد هلأ بيلمس الكرت تبعه بيحطه بالبطاقة فبتضل هاي البكترية او بتضل الفيروسات يعني عالقه بقلب الجهاز او حتى على الكبسات او الازرار تبع الارقام اذا كان كل شيء بتعلق بهذا الرمز هذا كان كل شيء احبلكن يا بهذا الفيديو ضل بصحة وخير وسلامي لنسوا نمدعاكم كان معكم شهر اسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة